السلام عليكم يا رب تكونوا بألف خير النهاردة هقدم معاكم طريقة جديدة وحلوة قوي للبطاطس والبيت شكلها تحفة بطريقة مختلفة تقدر ان انت تعمليها على صحور رمضان بشكل جديد ومختلف وكمان لو هتقدميها كفكرة للعشاء او للفطار تقدري تغيري وتنوعي بشكل الاكل اللي انت بتقدميه يطلع معاكي بالشكل التحفة جدا ده طريقة بسيطة جدا وسهلة مش هتاخد منك وقت خالص هتطلع بالشكل الجميل ده والطعم حكاية لو اول مرة تشوفي قناتي ما تنسيش الاشتراك في القناة واللايك للفيديو ويلا بينا على بركة الله نشوف الطريقة والمقادير معايا واحدتين من البطاطس متوسط الحجم وكمان معايا 3 بيضات طبعا الكمية على حسب ما تفضلي وحسب عدد افراد اسرتك ومعايا هنا فصتهم واحد شوية كسبرة خضرة صغيرين واحدة فلفل اخضر متقطع صغير خالص تمام ومعايا ملح وفلفل اسمر وكمان اول حاجة هبدأ اعملها ان انا هاخد الواحدتين بطاطس اقطعهم لشرائح يعني متوسطة الحجم ما هيش رؤية اقاوي زي الشبسي ولا هي سميكة خالص زي بتاعت صنية البطاطس يعني عايزاها حجم متوسط كده شايفين انا هوريكو كام واحدة علشان تاخدوا بالكم من التقطيعة شاين تستوي معاكو حلو وتديكو شكل لذيذ جدا وكمان تحسي بتعم البطاطس كده ويا البيت شايفين شرايح البطاطس بتاعتي بالسم كده خلاص قطعت البطاطس دلوقتي هجيب المقلاية اللي انا هحطها على النار هبدأ ان انا هحط فيها نص معلقة صغيرة كده من السرائح السمنة تمام واوزعها بالشكل ده اوزع السمنة في كل انحاء الصنية بالشكل او المقلاية بتاعتي وكمان الجوانب بتاعتها الخطوة دي مهمة جدا وطبعا طعم السمنة بيكون حلو قوي وهي البيض والبطاطس حابة انت تستخدمي زبدة ماشي وياريت بلاش نستبعد خالص الزيت تمام يعني سمنة او زبدة مبدأ اخد شرايح البطاطس بتاعتي واوزعها في المقلاية بالشكل ده وحاول كده اوسع ما بين البطاطس كده واي فراغ احط فيه لحد ما خلص كل كمية البطاطس اللي انا عملتها واحدتين من البطاطس متقصة الحجمة هيعمل معايا المقلاية وهو الصنية بتاعتي بالشكل ده تمام كده تمام جدا خدوا بالكوينة النار على الهادي هبدأ احط شرايح البطاطس الصنية بتاعتي اللي انا جاهزتها وهغطي عليها ومهم جدا ان انا غطي عليها وهي بتاخد لون وتحميرة علشان كمان تاخد جزء من السوى اثناء ما بتكون بتتحمر تمام كده اخليها تاخد لون من اول جهة وهبدأ اقلبها ولون بسيط جدا السمنة هتساعد معاكي على ان لون البطاطس يكون تحفة جدا وراحتها حلوة اوي تمام خدت معايا لون خفيف من تحت كده لون اصفر دهبي زي ما هو باين معانا كده هبدأ قلبها على الجهة التانية بالشكل ده الطريقة دي لذيذة جدا وحلوة اوي اوي وبجد يعني لما بنغير كده في شكل الاكل بيشد انتباه الاولاد وبيخليهم يكلوا بنفس مفتوحة ومفقرين ان انت عاملة حاجة جديدة وهي الفكرة في الاخر ان هي بيض وبطاطس تمام طبعا على الصحور بنحب ان احنا نعمل البيض بشكل مسلوق او مقلي علشان نقدموا للولاد يغزيهم كده ويخليهم يقدروا يصبروا طول النهار على الصيام تمام كده فلما بتعمليه بشكل مختلف بجد بيخليهم يحسوا ان انت عاملة حاجة جديدة ويأكلوا منها وبيكون كمان شكلها حلوة في الاخر دلوقتي انا خدت البيض بتاعي وبدأت ان انا افكوا كده بالشوكة ونزلت عليه التوابل وهنزل عليه كمان شوية الكسبرة الخضرة والفلفل الاخضر متقطعين صغير وهبدأ ارب البيض كده تمام جدا بالشكل اللي احنا شايفينه مع بعض ده وكمان فرمت فص التومة على الرخامة بالشكل ده بالسكينة هرسته ناعم جدا وضفته كمان على البيض والتوابل وشوية الخضار البسيط بتاعي ده بس هيدي طعم تحفة جدا هبدأ اوزع البيض اللي انا ربيته على وش البطاطس وشرايح البطاطس اللي انا رصها في الصنية وهتفضل واخده نفس الشكل ده هوزع البيض كده وهغطي عليه البيض هيستوي تماما وهو متغطي عليه يا جماعة بالشكل ده حابة ان انت تقليبيه الصنية تقليبيه في الصنية تقليبي البيض تمام زي ما انا هعمل كده براحتك خالص هتسيبيه زي ما هو هيستوي وهيكون حلو قوي شايفين انا قلبت الارس البيض ازاي حابة بقى انت تضيفي جبن تمام ما فيش مشكلة تضيفي لنشنات تضيفي بسترمة اي اضافات تانية ميلي بتكون موجودة في صحور رمضان ممكن تضيفيها وزي ما قلتلك لو هتعمليها على الفطار او على العشا بشكل جديد ومختلف طريقتها حلو قوي شايفين جمالها ما خدتش مني وقت خالص في دقايق كده بتكون مجهزاها شكلها رائع طعمها لذيذ جدا تقدريت تعمليها جنب السحور كده طبق فول كمان شوية طحينة شوية سلطات خضرة طريقة مختلفة وحلوة وشكلها لذيذ جدا هيشد انتباه ولادنا ويخليهم يتصحروا كويس لان طبعا هدف كل ام ان ولادها يتصحروا كويس علشان يقدروا يصوموا في رمضان ونهار رمضان شايفين الجمال بتاع الطبق بتاعنا طريقة جديدة للبطاطس والبيض اتمنى تجربوها وتنال اعجابكم وبالهنة اشوفكم الفيديو الجاي على خير باي باي اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة